أهلا أعزائي المشاهدين أنتم تشاهدون ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقة مع ضيف البرنامج دكتور بولوس موسى عن الحرب الروحية دكتور بولوس اتكلمت أن هذه الحرب هي بالسماويات حرب روحية مع أجناد الشر الروحية في السماويات وكتب أو اتكلمت عن الأعداء عن الشيطان عن الموت اتكلمت عن الخطيئة الساكنة أو الجسد الإنسان العطيق لكن نحن نتكلم عن حرب والغرض من هذه المناقشة والموضوع الروحية لماذا نحكي عن هذا الموضوع نحن قدام عدو خبير يتعامل مع الإنسان بقاله 6 ألف سنة فهو عنده خبرة جيدة جدا جدا كيف يتعامل مع الإنسان وكيف يسقط الإنسان ويهزم الإنسان وهذا العدو مخادع ومضلل فهو خبير في أساليبه لكن الحقيقة أساليبه لا تتغير فإحنا محتاجين زي ما بيقول بولوس الرسول في كورنسستانيا أصحاح 2 وعدد 11 بيقول لكي لا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره فإحنا عايزين نتكلم عن أفكاره فنبقاش جاهلين أفكاره فبالتالي عندما يأتي بهذه المحاولات نعرف أننا نتصدى له ونقدر أننا يكون لنا غلبة هذا أمر الأمر الثاني أننا نتكلم عن الحرب الروحية نحتاج أعرف الأسلحة أو القوة الموجودة لها في الرب يقول بولوس الرسول في أفكاره 6 يقول تقوّف الرب وفي شدة قواته ألبسوا سلاح الله الكامل فأنا محتاج أعرف السلاح محتاج أعرف القوة التي ليها في المسيح لكي أعرف كيف أنتصر الأمرين المحتاجين أن نعالج هذا الموضوع ونتحدث عنهم فأعرف العدو وأعرف خطته وأعرف السلاح الذي لي عشان كده أقدر أنتصر في الحرب الروحية